ترجمة نانسي قنقر وخلقت قاعدة صلبة ترتكز عليها لتحدث بعدها نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات ومن منطلق اهتمام جلالة الملك المعظم بترسيخ هذه العلاقات وتنميتها تم أصدار مرسوم الملكي رقم 48 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقع وتقريب وجهات النظر تجاه الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية وقد أسس الجانبان من خلال الزيارات المتبادلة علاقات شراكة استراتيجية شاملة وبلناء وطويلة الأمد بدءا من المشاورات السياسية مرورا بالتوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مما أسس اليوم لعلاقات رسخة ومتينة بين مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من فرص واعدة وكبيرة عدا أن البلدين يقفان على مسافة واحدة من المواقف والمبادئ العامة تجاه القضايا الرئيسية وفي مقدمتها استثباب الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ورفض الددهولات الخارجية في الشؤون الداخلية مما أسس لبنية تحتية قوية ومستقبل واعد من النمو والازدهار للعلاقات الثنائية بين البلدين اشتركوا في القناة